أرحب بضيوفي بداية العميد سامير راغب خبير عسكري واستراتيجي ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من القاهرة مرحبا بك معنا سيد سامير وأيضا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو أسيد إيتامر ياعر نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق مرحبا بك معنا سيد إيتامر وأبدأ معك هذا النقاش بداية يعني تصريحات كثيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بني مينتنياهو أكد على مواصلة هذه الحرب بالمقابل هناك مصادر من داخل الكابينت الإسرائيلي يقولون أن لا مستقبل لهذه الحرب وأيضا ليست هناك خطة واضحة كيف تقرأ كل هذه التطورات؟ لم أكن لأعطي الكثير من الأهمية للمؤتمر الصحفي لإنتنياهو لقد أعد هذا المؤتمر للجمهور الإسرائيلي ويحاول أن يتصدى للانتقادات التي تأتيه من كل جانب ويحاول أن يقول أنه على ما يرام يكون بالأمور كما يجب وهذا ليسا مهماً المهم ما يحصل ميدانياً للنقاشات والاختلاف بالرأي في الكابينت أقل مما يبدو خارجاً هناك أشياء يتوافقون عليها أولاً أنه طالما لا يوجد ترتيب معين فنحن سنظل في شمال الكطاع والمركز والجنوب هناك قوة إسرائيلية في كل الأماكن بما فيها الجنوب أنواع الكوة تتعلق بالمشكلة الأمنية في كل منطقة والمشكلة الأمنية مختلفة في كل مكان في الجنوب ملايين السكان وهناك رغبة كبيرة في عدم إصابتهم هناك قوة تعمل هناك أيضاً في المركز هناك جهود تتعالم من أجل الوصول إلى أماكن في خانيونس لم تتم معالجتها في الشمال تسيطر إسرائيل ولكن كما حصلت العملية في رعنانا هذا الأسبوع أحدهم أخرج زكيناً وقوموا بعملية كذلك الأمر في الشمال هناك 200 ألف غزي بينهم بضع ناصر من حماس يفتشون عن فرصة للضرب وإخراج القوات من شمال القطاع يسلب منهم الأهداف ولكن كل قوة موجودة حسب المطلوب السؤال إلى أين نسير بعد ذلك؟ فعلاً سنتحدث في هذا السياق بعد قليل دعني أتحول إلى مراسلنا وسام كبه المتواجد في تل أبيب وسام صورة المشهد لديك قبل قليل كانت هناك أصوات ضد الحكومة بشكل كبير وأيضاً بشكل خاص ضد نتنياهو ما الوضع الآن؟ الأصوات ما زالت مستمرة أسيل يعني يقولون ويصفونها بأنها مسرحية وأنها كانت أكثر مسرحية قام بها رئيس وزراء إسرائيلي بنمي نتنياهو منذ بداية هذه الحرب في 104 أيام يقولون أن إدارته كانت فاشلة جداً لهذه الحرب هو يقود إسرائيل إلى دمار وإصابات بالغة في الأرواح للجنود والحياة وحتى للمرافق الاقتصادية ويقولون أين في دولة كهذه يكون رئيس وزراء إسرائيلي دولة أنها يعني هي الديمقراطية وتقول أنها تدعية دمقراطية في الشرق الأوسط ودولة الوحيدة حيث يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ويهاجم الصحفيين والصحافة السلطة الرابعة في البلاد ويقول بأنه هو يحارب حماس والصحافة الإسرائيلية هي ما تقوم بمحاربته ويقول بأنها أحقاد شخصية وهم يقولون بأنه لم يتحدث ولم يتطرق إلى أي صفقة لم يتطرق لأي صفقة لا تخص المختطفين وهو يعني يصر ويقول بأنه يجب الوصول إلى القضاء على حماس بسط السيطرة الكاملة على قطاع غزة وحتى الهدف إلى الانتصار ويقولون أن كل يوم يمر لا يتحدث به رئيس وزراء إسرائيل عن صفقة مختربة عن المختطفين إسرائيلي المحتجزين الذين يقولون هناك نساء وأطفال عجائز كبار في السن بحاجة إلى أدوية وإلى حياة وكل يوم يمر قد يعيدهم طبعا في توابيت اللافت أيضا أنه قبل قليل تحدثت يعني المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للقناة الأمريكية سي أن إن وقال يعني تم إدخال الأدوية إلى قطاع غزة ولكنه لا يستطيع التأكيد إذا بالفعل هي تجهت إلى المختطفين أم لا ومرة أخرى كما تشاهدين هنا الحديث يدور عن غضب في الشارع الإسرائيلي بكل التوجهات السياسية الخلاف في الكابينات حتى قضية المختطفين لا يوجد أي وسيلة أو أي مبرر يتحدث عنها أي شخص من الكابينات سوى فقط جانس التي تحدث قبل أيام ووجه الرسالة الخاصة وقال أن المختطفين هم أهم ما في هذه الحرب ومن جهة أخرى اليوم نتنياهو يعيد صياغة نفسه يعيد البلبلة ويعي جيدا أن الإدارة الأمريكية نعم أسيل لكن سمحتي فقط أن أضيف هو يعيد أيضا للإدارة الأمريكية التي تضغط عليه بشدة واليوم كانت انتقادات لاذعة من الولايات المتحدة التي تقول بين نتنياهو وكابينات الحرب يقوم بإصابة العديد من المواصلين في القطاع غزة بدون الحديث شكرا لك على كافة هذه المعلومات حدثتني من تل أبيب أعود إليك سيد سمير مرحبا بك معنا مجددا بداية ما هو تقييمك كرجل حرب ورجل عسكري مصري وأيضا ما هو تقييم الجانب المصري لهذه الحرب ومدى نجاح هذه الحرب حتى هذه اللحظة حتى حضرتك أسهل أنا بتكلم بشكل شخصي لكن هي مصر ضد فكرة الحرب أصلا يعني مصر ضد فكرة اللجوء للقوة لحل أمور ومفيش حرب بتكون مفيدة لكافة أطراف الصراع ولا دول الجوء الحقيقة ضيف يتكلم بشكل مهني جدا يعني أنا بحقيه على الطرق القوات كانت موجودة فيها الـ 36 هي اللي كانت عاملة شغل من بداية العملية في مناطق شمال قطاع غزة هي اللي قطعت في بيت لاهية وفي بيت حنون وفي الشاطئ وفي الزيتون وفي جبلية وبعد كده قطعت طريقة عشرة من جحر الديك إلى طريق الرشيد وأسمة القطاع وبعد كده تم تخصيص المهمة التالية في محافظة الوسط اشتغلت في محافظة الوسط وبعد كده تم سحب الفرقة وتم الاكتفاء بتلقت فرقة الفرقة 162 في الشمال والفرقة 98 في الخانيونس والفرقة 99 في محافظة الوسط وطبعا رفح ما فيهاش فرقة سحب تخفيض القوات كان لأكثر من سبب منها سبب من وجهة نظري أن القوات مراقبة 100 يوم بتحارب تقريبا فلابد أنها تخفيض ثاني حاجة ضغط الأمريكي بالانتقال للمرحلة التالتة اللي هو الصراع مخفض الحدة وكان الأقرب اللي هو تم إزالته تقريبا كل ما هو مبنى تم تدميره كان الشمال اللي هو شمال ودي غزة والخسائر اللي كانت بتحصل في القوات الإسرائيلية كانت هي السبب الرئيسي أن قضية التمركس داخل هذا القطاع كانت تؤدي إلى خسائر واللي كان بيؤلن يوميا سواء عن طريق المتحدث العسكري الإسرائيلي أو عن طريق أبو عبيدن فبالتالي الفكرة كانت أن القوات تخرج وتبقى في المناطق الأمنة مش تخرج من القطاع يعني تبقى في مناطق الفضاء ما بين بيت لاهية وبيت حنون والمناطق الفضاء من بيت لاهية واللغاية شمال الشاطئ وفي الشرق في مناطق جحر الدين رجع تاني السواريخ تطلع ورجع تاني كما وصف بإعادة تجميع للكتاب الجانب الإسرائيلي أعلن أنها تم تفكيكها وأن تم قتل 9000 وتم تدمير 18 كتيبة من 24 كتيبة لما رجع التاني اضطر أنه يرجع تاني حيرجع تاني نفس الحكاية حتى تحصل خسائر الخسائر تخليها نسحب ويبقى الصراع مستمر سيد سامير وزير الأمن الإسرائيلي يؤف جلانت اعترف أنه لازلت هناك جيوب مقاومة كثيرة لكنه قال في ذات الوقت أنه على قناعة أن إسرائيل ستحسم هذه الحرب هل توافق على هذه التصريحات؟ يؤف جلانت نفسه قال أنه فيه فرق ما بين الهدف السياسي والهدف العسكري صحيح أن الهدف السياسي مش واضح أنه احنا مش هنعرف نشتغل منها بفكرة اقتلاع حماس إزالة حماس ما فيش جيش يقدر يقلع تنظيم بهذه القوة العددية وصامد مئة يوم وله ظهير شعبي مش كل اللي في غزة وله ظهير شعبي وهو له أيدولوجية فمن يعطنق تلك الأيدولوجية حتى لو كل اللي في القطاع استشهدوا دي الفكرة بيقف جلانت بيتكلم عملياتيا وستراتيجيا شوية ولكن بيخلفوا السياسة اللي قاله ناتنياو النهاردة بيقولوا أن الحرب ممتدة خلاص الحرب ممتدة الكل بيدفع التمن سريل بتدفع التمن سياسي أمريكا بتدفع التمن سياسي ربما ينفلت الصراع ويتحاول الصراعاً إخليمياً الحوسي شغال حسب الله ممكن الجامعة تتفتح العراق شغالة والسبع جامعات اللي إسرائيل بتخشاها وأمريكا بتخشاها لابد من سقف مطالب للجميع يوصل لليوم التالي للحرب ابقى معي أستاذ سمير صحيح حول هذا السياق يعني كذا يكون شكله صحيح دعني في هذا السياق أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد يعني اللي تقول لنا فعلاً حول مرحلة ما بعد هذه الحرب بني مينة تنياهو قال بشكل واضح أنه رفض مقترح أمريكي لإقامة دولة فلسطينية هو قال أنه رافض لهذه الفكرة بشكل كامل بالمقابل هو قال يعني على النقيد بأن إسرائيل أيضاً تعمل في هذه الحرب لكي تضمن أمن إسرائيل للمدى البعيد كيف يمكن ضمان أمن إسرائيل إذا لم تكن هناك خطة لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة أو بشكل عام لكل هذه القضية الفلسطينية التي يعني لم تؤدي إلى أمن كامل في المنطقة منذ عقود يمكن أن نقول استقرار معين وكل حرب تنتهي بتسوية سياسية عندما يتحدثون عن اليوم التالي هو يقصدون ما هي التسوية السياسية في ذلك اليوم وأعتقد أن كل من يفهم قليلاً في إسرائيل في الدول العربية في العالم وفي الولايات المتحدة هناك بعض الأمور الواضحة إسرائيل لن تظل في تمكث في الغزة وبلغ الفلسطينيين ولا حتى سيطرة أمنية كما يقول بنيمين نتنياهو لحظة واحد هذا هو غلاف الكسة الآن إذا دخلنا إلى التفاصيل هناك أسئلة عملية من هو الطرف الفلسطيني الذي يمكن أن يسيطر؟ هل يمكنه أن يعطي الغطاء الأمني كما يجب؟ وهذا هو لب النقاش نحن الآن في مشكلة أن نتنياهو شخصياً لا يستطيع أن يسمح لنفسي هكذا برأيه أن يخرج من فمه كلمة دولة فلسطينية لأنه أقنع على مدى سنوات أقنع مؤيدية أن لا شيء مثل هذا سيصير والبطاقة الوحيدة التي ظلت بيده أن يكون أنا الوحيد الذي سيهتم بأن لا تقوم دولة فلسطينية عملياً هو ليس غبياً وهو يفهم أنه سيكون هناك طرف فلسطيني ليسموه سلطة فلسطينية أو سلطة محسنة وليس مهم كيف يسمونا ولكن سلطة ولا أي طرف فلسطيني آخر غير قادر لا واحد منهم قادر على أخذ المسؤولية كاملة الآن لذلك في المرحلة الوسطية ستكون ربما دول عربية ولمصر مصر الدور الأكبر وأنا لا أوفق مع المتحدث قبلي أن مصر ليست ليست مستعدة للحسم في أمر حماس لأنهم أيضاً يعرفون أنها خطرة إذا كانت هناك أطراف عربية ودول عربية مستعدة للمساعدة والدخول للأمر فطالما نتنياهو على رأس الحكومة فسيقول بأن هذا طرف فلسطيني يتحكم بغزة سيكون هناك تقسيم أدوار لن تسيطر إسرائيل أمنياً لسنا بحاجة لذلك ولكن يمكن أن يكون ما يحصل في الضفة طالما هناك إرهاب ضد إسرائيل قوات إسرائيلية ستدخل ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل يجب أن تكون هناك ولا يعني أن أن للطرف الذي يسيطر غير إسرائيل أن لا يكون له دور أمني وعزكري لأنه وإلا لن يسيطر السكان في غزة تهديداً من قبل حماس لا يتعرضون لتهديد حماس ولكن هذا الشيء يجب إقناع السكان به لأنهم طالما لا يرون بدلاً لحماس وهو الطرف الوحيد الذي يجب أن يدعمه قلت أن لربما ما سيحدث في قطاع غزة سيكون مشابها لما يحدث في الضفة الغربية من حيث أن إسرائيل تدخل في حين تريد مهاجمة أهداف تقول أنها وفق قولها إرهابية هل تعتقد أن هذا حل جذري لكل هذا الصراع؟ كما نعلم أن أيضاً هناك شبان فلسطينيين يقومون بعمليات شبه يومية في الداخل الإسرائيلي أو في المناطق الحدودية وعلى الحواجز إسرائيل تحارب حماس الآن ليس في غزة فقط وإنما أيضاً في الضفة الغربية أو هدى والسامرة كما تسميها إسرائيل لأن واحدة من أهداف حماس كانت ليس سيطرة على غزة فقط لأرادت أيضاً أن تنجح في السيطرة على الضفة وضد هذا تعمل إسرائيل هل نستطيع أن نصل إلى وضع؟ وأنا أقول نحن يعني ليس فقط إسرائيل وإنما أغلبية السكان الفلسطينيين نصل إلى وضع التي يوجد فيه عنف لن نستطيع الوصول إلى ذلك لأنه سيكون من الناس من يعتقد بأنه فقط بالعنف يمكن الوصول إلى الأهداف ويجب أن نوجد مصالح لكل اللاعبين بما فيهم الفلسطينيين ودول المنطقة وإسرائيل لمحاربة العنف معاً في أي مكان يوجد فيه عنف يجب محاربته بمعنف وإلا إسرائيل تضطر إلى الدخول ومعالجة الأمر وهذا سيء للجميع أنا أوافق مع مقيلة سابقاً سيد إيتمار رياعر نائب مستشار الأمن القوم الإسرائيلي سابقاً شكراً لك جزيلاً على كافة هذه المعلومات والإضاءة شكراً لك جزيلاً شكراً لك جزيلاً أعود إليك سيد سامير كما استمعت إلى مقاله هنا ضيفه ويقول بأنه يعتقد أن سيكون هناك دور لدول عربية في قطاع غزة على الأقل في المرحلة الأولى ما بعد الحرب لسيما مصر هل توافق على هذا؟ على فكرة أنا مقولتش حماس تحكم أنا كان كلامي يعود على فكرة إزالة حماس إن حماس مش جناعة عسكري فقط كتاب عز الدين القسام ده جناعة عسكري لكن حماس لها ظاهر شعبي كينات اقتصادية شبكة تعلاقات وشبكة اجتماعية ففكرة الإزالة لا لكن اليوم التالي للحرب يعني محدش أتخيل إنه هيكون زي اليوم اللي قبل 7 أكتوبر أكيد في متغارات حتى تحصل مصر كانت عاملة مبادرة للوصول لنهاية الحرب بعد اغتيال الشهيد صالح العروري طبعا توقفت وكان معاها الفصال الفلسطينية وكان فيه ترتيب على اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي على أعلى مستوى بالمخترحات وفي الموضوع كانت المبادرة بتقول حكومة تكنقراط حكومة كافاءة تتولى المرحلة الانتقالية وبعد كده انتخابات الانتخابات تأتي بمن تأتي سواء كانت انتخابات للحكومة أو انتخابات للسلطة رئاسة السلطة الفلسطينية ووصلت يعني لفكرة الهدنة تمهيدا لتبادل الأسرة والمحتجزين وحطت 14 يوم في الأول ثم الانسحاب لأن رؤية مصر لابد من الانسحاب الكامل وعدم انتقاص من مساحة القطاع يعني ما بيبقاش فيه بفرزون أو منطقة أمنية داخل القطاع ولابد ان الفلسطينيين يحكموا القطاع وان لو فيه دولة حتشارك مصر أو غيرها تشارك تبقى لطلب الأشقاء الفلسطينيين ودون تدخل في السيادة على القطاع سيد سمير سؤال أخير لو سمحت فقط لضيق الوقت مسألة السيطرة على محور فلادلفيا باتت على لسان كل مسؤول إسرائيلي كأهم مدخل السيطرة على مسارات يعني تهريب السلاح لغزة هل تعتقد أن مصر ستتعاون مع هذه المخاوف الإسرائيلية وتمنع مسألة تهريب السلاح كما تقول إسرائيل مصر هل ترأيها على لسان أحد المتحدثين الرسميين نعم أننا بنقام من حدودنا ولا أي اختراقات من حدودنا وأن الوضع القائم تبقى لمعادة سلام نضيف لدى أن نتنياهو في المؤتمر يعني آخر المؤتمر كان فتح فيه فلادلفيا قال أنه لم يتخذ قرار يعني مصر مش هتطلع تأخذ قرار أو تقول رأيها على كلام في الإعلام لم يتقدم الجانب الإسرائيلي على السار رئيس الحكومة بأي حديث للجانب المصري الرسمي اللي هو اللجنة العسكرية المشتركة أو على المستوى السياسي في أي كلام على فلادلفيا في الصلاح الدين وأنا بأكد لحضرتك وبأكد في كل القنوات أن ما فيش احتمال يعدي حاجة من تحت الأرض في ممار بلادلفيا في صلاح الدين بأن الأرض أصلا في منطقة يعني عزلة فارغة خمسة كيلو ما فيش أنفاء وموضوع الأنفاء ده أصبح جزء من الماضي ولا أسلاح بيدخل ولا إمدادات بتدخل مصر بتساند فوق الأرض وفي واضح النهار وتبقى للاتفاقات اللي بتتم مثلا مع الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي والمعونات لما بتدخل لو كانت مصر يعني بتعدي حاجة ما كانش الفلسطينيين عانوا حتى من البنج الجراحية بنج كانش فيه بنج في المرة دي مع دخول الأدوية للأسرة قطر بعتت أدوية ما كانش فيه بنج العميد سمير راغب خبير عسكري وإستراتيجي شكرا لك على كافة هذه المعلومات سيد سمير والإضاءات شكرا لك جزيل الشكر